موسيقى موسيقى مواطن مواطن خبزة وكرامة ماج يريدها يشعل فيه السياسة التونسية جديدة عليه معناه سياسة عندنا حزب واحد حزب واحد كان هذي كاي كان في الحومة شعبة وكان في الخدمة شعبة مهنية معناه هربت منها تطيع منها المنديف إذا كان مش في حومتك في خدمتك أوكي معناه اختنع بها التونسي المنجزة السياسية من أكتوبر لفيتاو بريسك عام وشهر ما شفناش منهم حاجة شفنا كين التنديد تكلمون لك في مواضيع حياتي معناه يزمون مهم يكونوا بحاد عن المواضيع الحياتي عندهم مهمة واحدة هي الدستور يكتبوا الدستور عندك تاشو واحدة النصب من المنجزة السياسية نصب كل جود على السياسة يعني الحاجة مش مش تعيبهم هم نقصي خبر الصحيح وإنسان كي يعترف مش عيب أما هم والناس تقول تولوا هم ربي نبيدك مش تولوا الدستور مش يخدموها ذاير مش تنقاول عيشوا عليه السنين وسنين وسنين يعني يزبو كون الدستور كما يلزم أنا كل مرة نعملوا طلب هكذا تلفز على المجلس وهم يبدوا عرق وديما نقطة نظام وعندهم ديما نقطة نظام نقطة نظام أكثر من اللي يفسروا فيه القانون كمش يقسمون وليوا كما كاليفورنيا وكل واحدة وحاكمها كل واحدة وقا من يأخذوا فيها هاي الفلوس ماي مادة ضريبة ولا أداهات تأخذ الدول علينا ولا وبش يخلصوهم ولاي منحية وقرهم هم ما خدموش دستور وما خموا في كل شي لدستور خموا مما حتى في الريتريت متيحهم يعني وصلت سماعات خموا في الريتريت متيحهم هالمجلس الوطني التأسيسي فأما قوانين يقول لك انتظر حتى ليني يصادق علي هالمجلس الوطني التأسيسي وناس فلوسها متيشة وفما ناس معنا بيناليتي عشاك جوري ليعينوا بيناليتي إذا كان انت ما تزربش وتنظمن البلاد حتى السياح ما يجوناش حتى السياح ما يجوناش حتى العملة الصعبة ما عاش عنا نعم السياح ما يجي يقول لك البلاد داخل أبعضها هذي هانا بش نجيها ليش شو قولك منيش 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 معام جملة قد كل ما انتفاج كان شو كان نواب يتعارف را ما عاشناش بلا 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 نحن الشاعر وموسالم را نحن عدينا بورقيبة وزي شوف من ستة وخمسين لالفين وعشرة ونحن نحارب نحن عنا مسؤولين هنا في تونس يحس روحوا اللي هو يخدم في حاجة كلي مزية معناه لا لا نفهماش حتى حد عامل مزية على البلاي نحن موظفين مش عاملين مزية نعم اذا كان ما ننتجش ما نخلصش ناذا شعملت سكة التران زادتها زوز كيلومتر وقعدت على نفس السكة تخدم بنفس اليدين سواء وزير العادة سواء الإدارات الحكومية نفس التاكتيك نفس الخطط الإدارية نفس كل شيء نفس التاريقة للانتداب بالنسبة للحكومة وعضية خالق بلوا وقالوا بالتبتل بش نعاودوا هيا الحكومة وهم بجدوا مستعفوا بيها وخالوا سيئة سامير دين واخر مرت خلق احنا يا ناس ناقسين خبرها ناقسين خبرها وبالرغم هذية علش قتل ملول وهم الغلطة اللي قلتوها وقالوا نس كل رمز البائد من فاقبت على الفساد هو موظفين سيئة ثم ناس قبل اللي عملت وثم الناس انضافوا خدمت احنا كان كما سلباجي قاج سمسي كان مخلاوة بصراحة كان رايس سارفي ونأكد لك خبرها ونأكد لك لو كان خلاوة ما يعملش حزق ورانا طوفي حالة خلمك بل هو مفاهم حتى مردود خدر مفاهم ما قلوا نحنا مزاين مكملش هو الدستور مش نحنا نحق مواليهم خليكمل هو نكمل الدستور ويحطونا في كتيم ونقراوه يزم يقراها الموات ما نعنا بش نصحه ولا نصح على وثيقة الدستور وما أدراك ما الدستور نحنا طوفي عنا برشة من الناس في الحبس كما سسم المقاول وقبل كما شباع ثم ناس عندها مليارات أنا اللي في بلس مش نخليها أنا غادي بالحبس نخرجوا ونخلوا تبني لي مدارس تبني لي مستشفيات تعمل لي بقيمة عشرين معام كذب وتخدم لي ناس طوفي نحطوا غادي 20 في 8 يا أولا هو كان يخدم في 450 مئة خدام دي جال بصلا كثرت وهو قاعد أن نصر فعليه بالنسبة لسيمونسوف المرزيقي هو كرئيس مؤقت أنا نتصورها كمواطن معناه إنه مشاخش برشة علش مشاخش الخاتر مؤقت هو أيه نحنا نحنا شنو هو عرفنا هكو لا معلم ستيلي باتران لا لا هو كما نقوله ونحنا الباتران التونيزي معناها مؤقت معناها وقتي معناه العرف ديما الوقتي ما ينجمش ياخذ قرارات خطر القرارات اللي بشيخذها ديما معناها كما نقوله نحنا هكو نشوفه الرئاسة والوزارة الأولى معناها رئيس معناها كل واحد في في وقت هذا عنده صلوحيات هذا ما عنده صلوحيات بالله نحب نفهم الصلوحيات شني فهموا عن الصلوحيات رئيس الحكومة والله اللي مسألي عني بعليه معناها فهمتني هو معناها مفرحنا برشا فهمتني تلمون فرحنا ولينا نشوفه في بعضنا فهمتني عادية تقسيمات ديولوجيا ما كنا شاك ما كنا على الانترنت يد واحدة كنا 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 نحكي ومبعاظنا حتى في شرك كنا مع ويعد كنا نتقابل في القصبة ويعد وقصبة ثنية كنا صوت ويعد نحكي مجلس تأسيسي ونعم قسمون السلمونسف المرزوقي أذكى منه ما ثماش إلي تهل المعقول أذكى واحد فيهم واكبر دليل لذلك بصراحة أنا كنشوف تسوية بورقيبة ملحة هاش وموجودة فهمني ونأكد لك من الحكومة الموجودة كل المرزوقي في الانتخابات الجاية مشيحة عنده في مخ صحيح لكن شوف الانطراج اللي بحذاء يا وحو كيف شخلوا البحر أمامكم والعدو يا وحو يا بالشعم لهذه أما هو تحسوا ذكية أذكى واحد فهم ما عنده صرحية كبيرة هو فهمتوا لا أحنا نقول وخاعد يكوى في حون في 4 متر مالجبش البلاسة اللي اعطوه هو لو كان جاء جاءت معكوسة يمكن كانت تصير برشة حاجات الذكية يسر وعنده في مخ موش أنا بشخوله أنا بو نطبع فيه مقبل عنده عنده تحسوا ثمني أما الصرحية ما عنده صرحية والله سيد رئيس دولة معناها نشكر وين على البرج اللي يعلقوا فهمتن خطر عمل الحاجة معناها رومانسية برشة كيخرج وقلنا بالرسمي نعيش حرية ونعيش مع رئيس متواضع بعد رجع يلبس الكوستيوم بوس وديما مخلي البرجة ديك كانو برش معناها حاجة زينة معناها كان البرجة جب أخير معناها ومعناها زينة لتونس كاملة هو قاد لي قاد لي بقضايا اجتماعية ونبرنسيب هو ما يدخلش فيها بحكم أنه رئيس على رأس سرم السلطة مهما كان النظام يرى سوى نظام جمهوري سوى نظام معناها يعمل على البرلمانية فأمتني ديما رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية وفلاي معناها يجب أن تركاني الانستخدام للإطال اكزاك تمام يمثل الدولة يمثل الدولة هي بت الدولة هذه سر الثورة قاموا بها الأبتال وربحوها جوباني قاموا بها جيل معين قام بها جيل معين معناها بشكون واضحين جيل معين قام بها 18 حتى تكشي 30 سنين الثورة صارت رأي عملها البطال رأي يجب أن نكونوا نفهموها هذه رأي عملها واحد بطال ثار فد صارت حكاية بطالة كل كل يسندوه خرجوا معا لأعملها للموثقف لأستاذ لألموظف للقهواج اللي يخدم ما عملهاش اللي يخدم جاد بوسط ما عملهاش عملها هكا المسكين اللي ينتظر هكا اللي يقرأ فما ناس قرأت فما ناس تعلمت صنعة وملقاتش كيفاش حتى صنعتها كيفاش تموولها بش تخدمت حتى في العهد البيت بصنعتك يعطوك زوزو ملاي فما زوزو ملاي تحل الحنور هو يرهن فيه باش ما يتكلمش المالورزمون بعد الثورة الشباب معناها اللي يعملوا كل شي مش هوم كيما نقرأوه قبل في الكتب ذهب سودان فهمتني الشباب روكي قام ما قامش على حاجات معاينة ما قامش على حريات اللي نحنا ما طالبناش بها طالبنا التشغيل استحقاق يعيسابة الصريق تشغيل فهمتني الشفافية في الإدارات معناها فمش تنسيق حتى في الحكومة الحالية يمكن أخرج بكم الموضوع همش تنسيق بين الوزير والإدارة ما نتصور روما تنسيق الوزير يقول حاجة والإدارة تخم حاجة أخرى الانتدابات والله الناس موفيهم ما شفنا حتى انتداب أنا راني نخدم روه مش معناها نحكي هكا معناها بطال لا لا برشة نستعرفني راني نخدم أما كي نحكي مش نتكلم على روحي مش معناها أنا خدمة نسكت هنا نحكي نحكي على أولاد حومتي نخرج نقعد في قهوة الرابطال نعرف وذلك قراءه وتعب حياته وبطال ما عندوش حقه شوف والله كانت ترجع بالنسبة نحن يساعدنا خير احنا التونسي روديم ما عقوله التونسي بسيفة عامة اعطيني الخدمة ناس معاش اللي حبي يخبرون يخبرون اما نحن بالنسبة التونسي بسيفة عامة وشعب التونسي ولا منطقة شعبي اعطيني خدمة حتى في قهوة ما عاش خالت عليها قهوة المعارف المرمى بالمعارف التونسي حبي يخدم ناس معنا تشوفوا قاري واللي بصنعته ويقولك يا أخويا مفهم ولا يقولك نمشي نخدم أنا ويعطيني 200 ألف أسكلي نستعملها ترانسبور ومصروفي وما يخممش ما يأكل في دارهم هو يخمم في مصروفه ولبسه والوالدين يقولوا يا أخويا خمم في روحك الطنجرة طيبة بيك ولا بلاش ايه هو ما عندوش مستقبل ايه عمره كامل في لبسه ومعملش مرأة معملش صغار تيه معملش كريه معملش كارت يبدي يمشي يشري مع الناس في المجازينات ومواثن هم ما طلبش رأوا للبرش يا أخويا يا أخويا نحب يا أودل نحب منور وشبعان في كريشتي ويا ربي ورذاء ونصر فاكح ويجا خليلة من إشها هاي رأى هاجة خليلة شنو تونسي قاو باك تخان وفيمتي وشيخ وكل واحد وبرنامج واحد عندو السبت والاخر عندو الجمعة فما فما أولويات في الحياة رأى يجبك توفرها للشعب أنا أخويا قدرت أنا كالنمر التوى نقدر نزروحي لسبيتار نزروحي لكلينيك غير ما يقدرش أطلع لحي تضامن أطلع لحوم الشعبية هم يحكيوا على التشغيل معناه في المناطق الداخلية هي تونس الكبرى تعيش أكبر تهميش تصور أنت إنسان يخرج لحومته يرى أنواع الكرهب الكل وأنواع اللبس الكل وأنواع المكلة الكل هو جيعا في كرش ومش لابس ومعندو حد شي وقاري يقول لكم ويقول لكم ويقول لكم ويقول لك ليه أنا التشغيل يقول مثالك خدمه ما أنا أنت لازل خدمه في سيدي بوزياد والقاسرين وكل شي هو اللي خدم لهذا وليهذا